بعد أقل من أسبوعين يختار الأتراك رئيسهم في انتخابات ستشهد تنفساً حاداً بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشار أوغلو بحسب استطلاعات الرأي يشار إلى أن أردوغان حكم على مدار عقدين من الزمان ولكن ماذا سيحدث لو فازت المعارضة هذه المرة؟ ماذا لو فازت المعارضة التركية بالانتخابات المقررة في الرابع عشر من أيار مايو الحالي؟ بعد عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان تسعى معارضة موحدة مكونة من ستة أحزاب إلى إنهاء ما تصفه بنظام الرجل الواحد لو فازت المعارضة فإنها ستسعى بحسب برنامجها المعلن إلى التخلي عن النظام الرئاسي والعودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان مع فصل صارم بين السلطات وسلطة تنفيذية تحاسب على قراراتها خارجيا تقارب كبير تشهده العلاقات التركية الروسية حاليا لكن لو فازت المعارضة في الانتخابات فإنها وبحسب برنامجها ستسعى إلى تقارب أكبر مع الغرب وتحسين موقعها في حلف شمال الأطلس نيتو مع الحفاظ على العلاقة مع موسكو من خلال الحوار المتوازن أما بالنسبة للشرق الأوسط وقضاياه فإن توجه التحالف المعارض يميل لعدم التدخل في شؤون الدول والتزام الحياد والنأي بالنفس اقتصادياً لو انتخب مرشح المعارضة كمال كيليتش دار أوغلو تعهدت المعارضة بأن تعيد التضخم إلى دون نسبة العشرة بالمئة خلال عامين وتعيد لليرت التركية ثقلها بعد خسارة نحو ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار رغم تأكيد خبراء بأن الوضع الاقتصادي لن يتعافى بسرعة أياً كان الفائز سياستان على طرفين قيد ولو فازت المعارضة التركية في الانتخابات المقبلة فستنسف ما كرسه أردوغان على مدار عشرين عاماً لكنه حال مفاتيح صناديق الاقتراع ولأربعة وستين مليون ناخب حق الاختيار بينهما